السلام عليكم يا شباب. النعم انا اخد درس الـ variable. الـ variable ببساطة هو مخزم في الذاكرة. مخزم في الميمور بحق الكمبيوتر. المخزم ده لو احنا عملنا عملية حساتية. وعايزين ان احنا الناتج بتاعنا نحطه في مخزم معين وبعد كان نتطعر اليوزر. فالـ variable هنا هو اللي بيقوم بالمهمة دي. هو مخزم بيحتوي على البيانات بتاعتنا. بيحتوي على الاسم بتاع الشخص. بيحتوي على السن العمر بتاعه. بيحتوي على السنة سنة الميلاد. بيحتوي على آآ ناتج عملية حسابية مثلا بتاع المرتب. فالـ variable هو ببساطة كده مخزم في الميموري. مخزم في الذاكرة بتاعت الكمبيوتر. احنا مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نعرف الـ variable. ايه هي العنواع بتاعت الـ variables. ازاي ان احنا نحط الكيمة داخل الـ variable. الحاجة دي هنتعرض لها في بتاعنا النهاردة. من هي النقاط اللي احنا نعدي عليها. اول حاجة ازاي بنعرف الايه الـ variable. هل ينتعرف الـ variable سهلة جدا بسيطة. انا هعمل مثال هنا بالـ need-beam سنعمل project. انا سعمل الـ project ده. declaring variables variables variables. سنعمل من مثل الـ class هنا تعمل من. finish. طبعا الكلام ده احنا ازاي نعمل الـ project خدناه لكده. انا هكرا عطول في ازاي نعمل الـ variable. الـ variable ببساطة بيتعرف بالطريقة دي. انتجة x بيساوي وعدين هقول له system.out.brand.link. الـ x. انا عرفت هنا ايه variable. وفي الـ start ده انا ايه بقول له يدبع لي ايه الـ variable. انا هيتضع لي رقم ثلاثة اللي هو قيمة اللي ايه الفائد طيب النوع من الفيرابل ده اسمه انتجر اللي هو يعني عدد انتجر يعني عدد عدد ايه عدد صحيح عدد من اعداد الصحيحة تمام طيب في عندي نوع كاني مثلا اسمه double double y بيساوي double بقى بيكون ممكن يقبل العلامة اللي ايه العشوية بشكل ده كمام كده يبقى انا ممكن اقول له اطبع لي x اطبع لي x اطبع ايه y فارن الابليكيشن اطبع لي قيمة ايه ال y اللي هي من النوع double حريف الفيرابل ببساطة هو ان انا بحط النوع الاول الاسم البتاعه equal احط ايه النتج او القيمة اللي انا عايز احطها للايه تمام جميل جدا انواع 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 انا عندي تمام انواع بنسميهم primitive data type primitive data type انواع بنسميه integral integral يعني اعداد صحيحة اعداد ايه صحيحة اربع انواع short by integer long تعالوا نشوفهم كيف بسرعة الانتجر رولنا زي integer x مثلا بيساوي ثلاثة الشورت الشورت مثلا او شورت y بيساوي اربعة طيب البايت هنقول بايت f بيساوي خمسة ايه تاني اللونج اخر حاجة لونج وقد لونج يونج بيساوي خمسة الله واحد يسأل ايه الحاجات دي احنا ليه عاجلين انتجر وشورت وبايت ولونج ما نخليهم هو حاجة واحدة بس مش كلهم بقبالة عداد طبيعية يعني هل ينفع مثلا نحط هنا لا ما ينفعش ليه لاني لاني ما يبقبالش الا عداد صحيحة فقط ايه لازم انواع عملهم اربعة ما خلط خليكم واحد بس قالت ليه اه لازم هنا الميموري ايه الفرق بقى بين ده وده 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 في الميموري هنبدأ بالبيت فلك البيت بياخد لغاية مية سبعة عشرين يعني عند مية سبعة عشرين يقبل لا مية ثمانية عشرين يقبل لا لكن مية سبعة عشرين البيت بيقبل يبقى اصغر حاجة فيهم هو البيت البيت بيقبل لغاية مية سبعة عشرين يبقى اللي غارت كمان بالسالب سالب مية تمانية وعشرين ينفع 29 لا يبقى اخر منها سالب ايه مية تمانية وعشرين والاف اخره برضو منها ينفع مية سبعة و ايه وعشرين يبقى دي كنت الايه البيت يبقى عزنا ان البيت بيقبل من اول سالب مية تمانية وعشرين لغاية ايه موذب مية سبعة وعشرين ممكن اكتبال اتنين كده جنب بعض ايه ده تكتبت ازاي جمليتين في سطر واحد قالك طالما حاطت كثيرين يكونون هيدا يبقى ينفع تكتب الجمليتين في ايه في سطر واحد يميل جدا خيب ايه النوع اللي بعديه اكبر منه شوية الشورط الشورط بيقبل لغاية كام بيقبل تقريبا لغاية تنين وتلاتين الف وشوية يعني ايه الكتاب تلاتة وتلاتين الف مش هيقبل لكن اتنين وتلاتين الف بيقبل معي في السالب نفس الكلام غاية بتقبل بغاية تلاتين وتلاتين الف ايه تقريبا تمام هيتبقى الشورط اللي بعدي كده ليه الانتجر الانتجر بيقبل لغاية كم حوالي اتنين مليار يعني انا كده تلاتة مليار مش هيقبل لكن او خليتها اتنين مليار اتنين ايه مليار يعني قدامه تسع اصفار نفس الكلام برضو في الايه في السالب برضو هيقبل لغاية اتنين مليار تسع اصفار they are selling يعني السب Mercedes اذا اخر حاجة بقى اللونج اللونج دي يبلغات كم سفر اللونج دي يبلغات كم سفر اللونج دي يبلغات كم سفر اللونج دي يبلغات تمنتاشر سفر تمنتاشر ايه تفر جميل جدا البيت، الشورت، الانتجر، واللومب هنخش على النوع تاني اللي هو ليه الفلوتيج بوينت باريابل الفلوتيج بوينت دي بيه عندهم عين float و double الفلوتيج و double وانا تشوفش float طريقة عن كده ادي float float F يساوي طبعاً انا نتطلب فميزاوة مثلا الرقم ده لما يجب ان ندي تلع ايه ان فيه مشكلة هنا ايه اللي بله كان الاف متعرفة فلو ايف تجيب و الاف is already defined in فما ينتعش نعرفة مردد في نفس الاف المت سنو انا اتخذ الكنام ده بالتفصيل اكثر مكو خلينا نسميها R فلوف R equal 2 أو A و 50 شغالة معانا A عادي زي ما انت شايفين ممكن وبعد يكون انت مثلا double E يساوي 9.8 برضو شغالة عادي طب هنا لأولا كتابت point 3 طلع لنا error الله ليه يا جماعة فيه A المشكلة هنا قالك لازم انت تحط جنبها كابتال F كده زي يعني هتبقى معناها ايه كابتال F لي ايه و ايه معناها برضو ان ده float و معناها 65.3 من عشرة ولكن بحط جنبها كابتال F لغرب ما هناخدو 8 شوية قدام شوية جميل جدا يبقى انا كده خد five short integer long float double الدبل اقبع ساعة من float مش هنخش في تنصيل لان فيه بينهم اختلافات معينة في الميموري و كده ولكن يعني خلينا نعرف ان الدبل اكبر من A اللي بعد كده جماعة بعد كده في حلقة عندنا اسمها char حرف الحرف ده ما بيخزنش بواد يبقى ايه حرف واحد فقط بالشكل اللي انت شايفين ده بياخد حرف واحد فقط و لياخد I بالشكل يبقى انا عندي هنا نوع من النوع الجرابل اسم التار ده بيقبل single factor حرف واحد فقط عندي الجراب التاني اسمه boolean boolean ده ايه يا جماعة boolean ده بيقبل بحاجتين بس لايبقى كلمة true يبقى كده كلمة true يعني صح لايبقى بيقبل كلمة تاني اسمها false بيقبلش حاجة ايه غير هم true او false يبقى انا عديت على كل انواع الvariable ثمان انواع بغاية اعلي حاجة من انواع الانتجرار الشور اللي هو من 32000 لغاية من 32000 الانتجر بيقبل اثنين مليار تقريبا بالسابق اللي هم اعلى واحد فيه بيقبل اي عدد الفلوت الفلوت ايه بيقبل اعداد عشرية كثور الدابل اكبر سيعتن شوية 64 بيت بيقبل عدد اكبر شوية من الفلوت الشار بيقبل حرف واحد فقط لاهيه البوليان بيقبل true او false بمعنى صح او خطأ تمام كده طيب هناخد بس حالة تانية variable اسمه string ده نوع معين كده او مخصوص من ال variable بيقبل عدد معين من الحروف اي عدد من الحروف بمعنى مثلا اب دور رحمن خميز بيقبل اي عدد من الايه من الحروف يبقى اخدنا الايه ال string على اساس انه مهم جدا نوع من انواع ال variable هو يعد مش تحت الثمانية دول هو نوع منفرد كده لوحده بيقبل مستو انه هو بيقبل اي عدد من اعداد الحروف اي عدد من اعداد الحروف اي عدد من اعداد الحروف احنا فيه عندنا شابتر كامل او section كامل بيتكلم على string هناخده بس احنا دلوقتي نحب ان احنا نعرف ايه هو string انه هو عبارة عن نوع من انواع ال variable اللي بيقبل اي عدد من الحروف طفنا 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 طار بياخد حرف واحد فقط الطفنا طفنا 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 او دولار سين. يعني ايه? يعني الفاريبل لازم يبدأ بليتر. لازم يبدأ بايه? بليتر. يعني لازم يبدأ بحرف. بحرف. اي بي سي لغاية زد. يبدأ بحرفه من ايه? من اول ايه? لغاية زد. ممكن يبدأ باي بي سي دي واكذا. ما ينفعش يبدأ برقب. يعني لها جيت سميت الفاريبل مثلا اللي هو اف ده. سميته اربعة اف او تلاتة اف. ينفع لما ينفعش. لكن لازم يبدأ بايه? بحرف. لازم الفاريبل يبدأ بحرف. هل ينفع يبدأ الفاريبل باندرسكور? اه. ينفع. طب هل ينفع يبدأ الفاريبل بدولار سين? ينفع. يبقى تاني. الفاريبل بيبدأ بحرف او اندرسكور او دولار سين. ثلاث حاجات. لما حرف? small او كابتل عادي مش تفرق. لاندرسكور. ده الحاجة اللي ينفع بي ابدأ الايه? الفاريبل. حيب لو انا خليت ان الحرف ده اف كده كابتل. لحظ هنا ان هو الف الكابتل دي. قال ايه هنا? قال ان هو الف دي حضرت تخطيه علامة ايه? علامة غلط. وكتب فوق ايه? تاني بفاين بسيمبل. انا مش عارف اشوف ايه الف لانت كتبها دي. مش شايفها. مش موجودة عنده. الله. ليه؟ لان الف دي كابتل. والف دي small. الجوافة غماعة بنسميها حاجة اسمها case sensitive. بيعني ايه case sensitive? يعني لو انا كتبت الف هنا كابتل لازم ولابد ان انا عشان استخدمها تكون بعد كده ايه? كابتل زيها. داني. الجوافة حاجة اسمها case sensitive. ايه? sensitive. يعني خساسة من ناحية الكابتل والسمال. لو انت كتبت كلمة الاف هنا او الحرف الاف ده. كتبت هنا كابتل. يبقى عشان تستخدمه تاني لازم انت تخليه كابتل. لو انت كتبته small يبقى لازم انت تخليه small. نرجع للقواعد تاني بسرعة او القاعدة لازم يبدأ بحرف كابتل او small او dollar sign او underscore بحاجة. مرة التانية ما ينفعش يحتوي على اي رموز زي الزائد والناقص والعلى والفي. كل الرموز دي ما تنفعش. كل الرموز دي ايه? ما تنفعش. في ايه? في اسم الفارابل. كل الرموز دي ما تنفعش في ايه? في اسم الفارابل. ما ينفعش الفارابل يحتوي على مسافات. يعني مثلا هادا تم الفارابل اس ده. فارست. نين. فان واحد خط مسافة كده ما تنفعش. ما ينفعش خط مسافة في الايه? في النص. ينفع خط داش? لا داش ما تنفعش. لكن ينفع underscore. يبقى تاني. الفارابل لازم يبدأ من حرف او dollar sign او underscore. ما ينفعش يبدأ بيه? برقم. ما يحتويش الفارابل على اي علامات باستثناء ال underscore وال dollar sign. ما ينفعش يحتوي على space. مسافة. تمام? اخر حاجة لقى انه الفارابل ما ينفعش يساميه باسم حاجة من الحاجات اللغة الجنب بيستخدمها. يعني ايه ما ينفعش يساميه باسم حاجة من الحاجات اللغة الجنب بيستخدمها. يعني ايه ما ينفعش يساميه باسم حاجة من الحاجات اللغة الجنب بيستخدمها. يعني ايه ما ينفعش يساميه باسم حاجات اللغة الجنب بيستخدمها. يعني ايه ما ينفعش يساميه باسم حاجات اللغة الجنب بيستخدمها. اللي من النوع . اللي هو البوليان ده. وما ينفعش تستخدمه انت كاسم اللي أنا باستخدمه. والجوفو بتستخدمه. طب ينفع سميه false. الفاريبل ينفع سميه false. قالك لا. طب ينفع سميه true. لا. ليه اللي انه true و false. كلها حاجات من الجوفو تستخدمه. ينفع سميه false. ما ينفعش f. ينفع سميه false. ما ينفعش. ينفع سميه for. ما ينفعش الله. واحد يقول لي ده وانا لازم ان اكون حافظ كل الاسماء بتاعت الجوفو اللي تستخدمها. كل الاسماء بتاعت الجوفو اللي تستخدمها تقريبا حوالي عشرين اسم. كمام. العشرين اسم دول مع الاستمرار في او مع الكورس كده. هتعرفهم انت بالتدريج. كمام. النيف جنزي هنا بيلونه لك بلون ازرق. بيلونه لك بلون ازرق. وبينظهر طبعا يقول ان انت. يطلع هنا او. اه مفيش في مشكلة هنا. مش عارف ان هو اي ايه يخلص الموضوع. فتغير باسم. لاحظ ان هنا كتابت for capital. اه ينفع. ليه لان for capital مختلفة عن for اللي فيها ايه small. جميل جدا. يبقى انا قدت ثلاث شروط لتعريف الفاريبل. او الشرط. الفاريبل بيحتوى على حروف. دولار سين. underscore. الفاريبل ينفع يحتوى على ارقام. اه ينفع يحتوى على ارقام. بس ما ينفعش يبدأ برقم. ما ينفعش يبدأ برقم. الفاريبل. ما يحتويش على space او علامات. او ال dash. ال dash اللي ايه علامة النقص. كمام. الفاريبل ما ينفعش يستخدم p word. من اللي بيستخدمها لايه ال java. ده ال boolean. false. who. if. else. for. while. do. كل الحاجات دي بيقولنا دي حاجات لغة التجافة بايه بيستخدمها. جميل جدا. خيب. الفاريبل بيقول ايه؟ بيقولك فيه guidelines. guidelines دي يعني الشرط ان احنا نعملها. ممكن ما نعملهاش ولا حاجة. مش لازم ايه؟ نعمل guidelines دي. ايه guidelines دي يا جماعة؟ قالك يعني يحدد يصبل المبرمجين اجتمعوا مع بعض كده في قاعدة على القهوة. وقالك هنعمل احنا guidelines دي. لما تسمي ايه فاريبل اي اسم. يريد ان انت تحطني اول حاجة فيه small. اول حاجة فيه small. first. وبعدين كل كلمة في الفاريبل تحطني اولها ايه؟ تابتل. تحطني اولها تابتل. شايف first name؟ الف small. اللي ايه؟ تابتل. do my blinds. ينفع امش عليه وينفع ايه؟ مامشيش عليه. ينفع امش عليه وينفع مامشيش عليه. حاجة التانية يفضل انت تسميه تسميه كده ايه؟ واضحة. ما تسميهش ال variable بطريقة ما تبقاش واضحة للمبرمجين. بمعنى انا دوقاته اعملت application. اعملت برنامج. وتخيل ان انا كل الفاريبل اللي عندي بسميهم x1 و x2 و t1 و r1 فهيه كده اللي بقاعد هو x1 ده. تخيل ان عندي كوب بقى فيه الف سطر. وجوة سطوط دي كلها لقيت x1 موجودة. يعني x1 نخيام اي حاجة. لكن انا متل first. وحطيت له دي خطة كده وينف. هيعرف ان first name ده معناه ايه؟ first name على طول. لو انا كتبت مثلا strength. address. address. يبقى ده معناه ايه؟ معناه العنوان. بتاع الايه؟ اليوزر او المستخدم او student. يبقى انا اسمي الفاريبل يا جماعة باسم واقعي. اسمي الفاريبل باسم ايه؟ واقعي. بتاعي عن كده هنرجع بسرعة ونشوف ايه اللي انا خدناه. انا خدنا من اول حاجة خالص. ازاي بنعرف الفاريبل. خدنا انواعهم. البيت. الشورت. الانتجر. اللونج. دول الانواع العدلة الصحيحة. الفلوتينج بوينت. الفلوت والدابل. اخدنا للشار قولنا بيقبل حرف واحد البوليان. بنسميه logical. وده بيقبل true or false. فقط لغير. ادي البيت اقل واحد فيه. بعدين الشورت. بعدين الانتجر. بعدين اللونج اعلى حاجة. بياخد تقريبا لغد الشميون. رقب كده. ما بيتقلش بالعين المقردة. بعدين الفلوت. الفلوت قولنا البيت. الفلوت. ساعة اقل شوية في المساحة. والدابل اعلى شوية. دي بنهم فرق بس. مش هنمت عايزين ناخد. دي تنزي بترفردنا انه صعب شوية. تمام. المقرد اللي هو الشار قولنا بيقبل حرف واحد فقط. اللوجيكال بيقبل true or false. قلنا بنسمي الفلوت ازاي تلت شهول. الشهول. قلنا بنسمي الفلوت ازاي تلت شهول. اول شرق. انه هو يبدأ بحرف. او دولار ساين او عندر سكول. والفلوت ممكن يحكم على ارقام عادي بس ما تكونت في الانتجر. اول. ما ينفعش يكون وسط ال variable space. او نوع من انواع العلامات زي plus والminus والequal. والعلامات اللي هي زي الاد والتاش والكلام ده كله. ولا يكون في ال variable space. ما ينفعش ال variable اسميه باسم حاجة من الحاجات اللي لغة الرفاو ايه تستخدمها. قلنا يفضل ان انا ابدأ ال variable وكل كلمة في ال variable بعد كده اخليها ايه تستخدمها ايه تستخدم زي my variable. ال m ايه. small. وال v حتى. my variable. المبرمجين كانوا عادين عادة عرب واتفقوا على الكلام ده. تمام. هلا نشوف ازاي بقى نحط ايه value للvariable بتاعنا. ازاي نحط value للvariable بتاعنا. احنا خدنا انا قريدي. احنا قولنا بنجيب بنجي كده. و ايه دي. هنقول مثلا انتجر. ايش العم. بيساوي 7. تمام. في طريقة الايه ان انا اخط في ال variable ايه. في طريقة كمان ان انا اخط في كومة. وهم قايل. سي بتساوي. ستة. الله ايه ده. قالك ينفع طالما انت خطت انتجر هنا في الاول. ان انت. ثم احط ال variable. وبحط ال variable بعديه. بالشكل ده. وهكذا ممكن تخط ال variable كمان. بالشكل ده. يبقى انت ممكن. في الكومة تخليك كفست بين ايه. هذا variable والايه. واللي بعديه. يبقى عندي طريقتين. ان انا بعرف ال variable. بالشكل ده. قيمة واحدة. تمام. او الطريقة التانية ان انا ممكن احط اثنين variable. يبقى بعديهم بالشكل ده. عشان اختصر يعني. طيب. عادي ايه طريقة. ايه الطريقة التانية يا جماعة. قالك فيه طريقة عشان اعصين value للvariابل. اعصين value للvariابل. الطريقة ده هي ايه. الطريقة التانية. ان انا. انا عندي variable ايه. ايش ده بيساوي ايه جماعة. بيساوي سبعة. انا ممكن اقوله c بتساوي age. عارفين ايه اللي حصل كده. الage كان من سبعة. يقوله هو يجي السبعة ياخدها من الage. ويحطها فين؟ في السي. السبعة ياخدها من الage ويحطها في السي. يبقى ان انا ازاي الطريقة التانية ان انا بقى أقصين بها variable او بحط للvariابل قيمة. يقول الكمبيوتر هياخد القيمة اللي هي ناحية اللي مين? age. ويجمعها ويحطها على المغزن اللي اسمه c او الvariابل اللي اسمه c ناحية الشمال. جميل جدا. دي طريقة. دي الطريقة التانية. احنا ممكن نعمل عملية حسابية ونحطها للايه للvariابل. نعمل عملية حسابية ونحطها للايه للvariابل. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ممكن اقوله c. دي تساوي age برضو. plus 3. الله ايه بقى ده؟ عملت عملية حسابية معينة وعملتها assign للايه للvariابل اللي اسمه c. بس ده بقى كده جماعة عدد سبعة اللي هي الage. زائد ثلاثة بقى 10 بس ده بقى كم بساوي عشرة. بس ده بساوي عشرة. جميل جدا. يبقى انا عندي اول طريقة عشان ا assign قيمة للvariابل. يعني اخلي الvariابل ده اللي هو المخزن اللي في الزاكرة. جواه في قيمة. احط اخزن في قيمة. الطريقة الاولانية عشان ا assign هي ان انا احطه مباشرة بعد الايه التعليف بتاع الvariابل. تمام؟ الطريقة التانية عشان ا assign variable. ان انا مثلا اعمل integer. o او b بتساوي ايش. احطه ايه؟ variable تاني. بصدغة كده. في قيمة بيه دي معناها بتساوي كم ايه؟ بتساوي سبعة. جميل. الطريقة التالتة ان انا اقول له integer مثلا. وان اير اج ايه و cukرة ان ارزت ل занимage ايه 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 ارا الريابه ايه ايه يوسئًا و او محد فلكده اخ ليها ايه واحد و اا جدا ايه 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 او هكذا. يبقى ايه 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 تشعر. ايه قيمة ثلاثة ان اخ ido B يتساوي ايه زائدأ يوب محدة ايه اقبل كده ايه اخيطة ان ايه 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 او ال ايه اضافة ان ايه احصل كم ايه بستة ان ايهي بقى um طريقتان عشان ايه اي Slack 써 moins search اللي اما بحطه قدام الفريابل مباشرة رقمه او اما ان انا بحط قصود الفريابل فالفريابل التالي ده باخد الكونة بتاعته ويتحط هنا الفريابة التالتة ان انا اعمل عملية حسابية وبعدين الناتج يتخزن فين في الفريابل بتاعي هذا الطرق الايه لأصاني القيمة على الفريابل الطرق اللي بعد كده اصاني وزيرتين فريابل مش هناخدها دلوقتي على نبص كده ايه على اللي بعد كده احنا قلنا الفريابل يعني ايه كدو الفريابل يعني متغير بتغير دايما انتو شايفين كده هتلاحظ ان انا هنا الاج مسلا بسبعة ممكن اجي هنا وقلو الاج خليهولي بايه بايه بالرقم ده ستة وخمتين ومش مشكلة ده فريابل يعني كدو بتتغير طيب لو انا بقى عندي حاجة زي مثلا الباي عارفين الباي بتاعة اللي هتتساوي ايه ثلاثة واربعتاشر من مية اللي خدناها في الميزماتيكس جميل جدا هو الباي دي ينقى تتغير كوميتها ولا كوميتها تبع ستة جماعة المفروض ان كنت الباي ايه ستة يعني اما باي مسلا بتساوي اتناشر ينقى هو ينقى هنا عشان ايه عشان ده فريابل بس انا عايزي خليين ما ينفعش عشان ما خليين ما ينفعش بخط كلمة فايدل في الاول ده معناها ايه كلمة فايدل في الاول دي يا جماعة معناها ان ده اصبح مش فريابل اصبح كونستانت كونستانت يعني كومتو ستة ما بتتغيرش بقى السطر اصبح ايه اصبح مش ما ينفعش اصبح السطر ده ما ينفعش جميل جدا اذا مرة تانية سريعا كده انا عشان ما خلي الفريابل بتاعي كومتو ستة بنسميها كونستان بحط كلمة فايدل قبل ايه قبل الطيب او النوع بتاع الفريابل قبل النوع ده النوع بتاع الفريابل بحط قبله كلمة فاينل اصبح كلمة الباي بنساوي 3 او 14 دي عمرها ما هتتغير اي حد يجي غيرها بعد كده هيقول له ايه ما ينفعش ليه ما ينفعش كان نوت assign a value to final variable ما ينفعش ما ينفعش للايه للايه للافريابل ده عشان هو فاينل يعني ما ينفعش اغير كونستان جميل جدا ديبقى لان نخدمه ايه الكونستان قالك ان فيه بس حاجة تغيرها الكونستانت ده يفضل المبرمجين برضه في قعدة الاهوة بتاعته قالك بوس خلقولي بالشكل ده يعني مثلا انا عايز اقول الاساسي ما ينفعش فصل 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 ما ينفعش جميل جدا ده اتفاعل ايه المبرمجين منهم بعض في عادة ايه العرب جميل جدا زي ايه سيل ستاكت ده هي الدريبة على الريد جميل جدا ترايفين كل كتر ازاي وفي النص يبقى خدنا الريبل اه اه انا انواع من الريبل اخدنا الكونستانت شفنا بكتب ازاي شفنا ازاي بنعمل عملية حسابية ونحطها على الريبل لسه عندنا جزء كمان في الريبل اتمنى من انتو تكونوا استفدتم من الجزء اللي احنا شرحناه عن الريبل والكونستانت والحاجات اللي احنا شرحناها اتمنى ترسلوني لو في اي مشكلة وقفت معاكم والسلام عليكم ورحمة الله